قمة الأربعين وحديث مكرر عن البيت الخليجي الموحد في واقع خليجي منقسم وتعبير عن ارتياح لما تم إنجازه اقتصاديا وسياسيا في وضع عربي متدهور ومواجهة العدو المشترك المقصود به إيران التي تتوسع كلما كثر الحديث عنها وقد اكتفى البيان الختامي للقمة الأخيرة بشكر الجهود الدولية المنددة بتدخلات طهران في البلدان العربية ومنها اليمن التي أفرد لها بيان القمة تسع نقاط لا تخرج النقاط الخليجية عن مثيلاتها في قمم أو مؤتمرات سابقة فاليمن ظل في أدراج مجلس التعاون موحدا وذا سيادة لكنه في واقع الدعم الخليجي مجزأا ومقسم فالبيان الخليجي أكد على ضرورة التوصل لحل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المعلنة التي صيغت لضمان أمن ووحدة اليمن ودعم شرعيته لكن وقائع الأعوام الخمسة الماضية أفصحت عن دعم التحالف لميليشيات غير رسمية ليأتي اتفاق الرياض ليساوي بينها وبين الشرعية مباشرة الحكومة أعمالها من عدن وانعقاد سابق لمجلس النواب في سيئون اعتبرهم التعاون الخليجي حدثين مهمين في طريق تفعيل مؤسسات الدولة مع أن تفاصل الواقع بعداً تشير إلى فشل مبكر لاتفاق الرياض في الوقت الذي ظهرت فيه القمة تائهة بين تأييد حماية الأمن القومي من ميليشيا الحوثي والإشادة بإقراءات التهدئة معها لا جديد في القمة الخليجية سوى أنها عقدت هذه المرة بحضور قطر بعد ثلاث سنوات من إخراجها من عضوية تحالف دعم الشرعية وهو ما جعل البعض يأمل في أن يعود التقارب الخليجي إيجاباً على اليمن أو يخفف على الأقل من حدة الصراعات والاستقطابات داخل صف الشرعية باتجاه يحفظ حقاً وليس ادعاءاً وحدة اليمن وأمنه والسقراره